هذه اللحظات استعدادا للانطلاق فتحت البوابات واندفعت الجهد والأفراس المنتجة محليا عمره 4 و 5 سنوات الخير التي لم تربح في شوطنا الثالث من علامة الـ 1000 متر في تنافس مثير في هذا الشوط مقدار جائزة هذا الشوط 54 ألف ريال وأشاهد الآن المحاولات على ما يبدو لكناية في المركز الأول في هذه اللحظات مع جائر رندون في مقدمة الجياد المشاركة في هذا الشوط رقم مميز الآن محاولات من الداخل في هذه اللحظات المحاولات من الخارج لأسيرة فلم الآن في محاولة لفعل شيء في هذا الشوط والتقدم لازال لرقم 15 كناية في المركز الأول مع جائر رندون المحاولات تأتي لشبل كريم الآن في المركز الثالث دخول للمركز الثاني من شبل كريم المحاولات والتراجع لأسيرة فلم في المركز الثالث في هذه اللحظات مع محافظة على المركز الأول لكناية المركز الثاني لأن لرقم 17 شبل كريم المركز الثالث لأسيرة فلم محاولات الآن لنجم برقية لأن رجم بريق لأن في المركز الرابع في هذه اللحظة مع محافظة على الصدارة لكناية مع جيري رندون دخول الآن ليعاز في هذه اللحظات ودخول كذلك من الخارج للافت الأنظار المحاولات والمنافسة تشتد في هذه اللحظة مع محاولات من الخارج الآن للافت الأنظار يأتي في هذه اللحظات للافت الأنظار مع صباح الشمري من الخارج الآن مع محاولات لكناية المحاولات تأتي أيضا ليعاز الآن لمحافظة على المركز الأول الدخول من الخارج للافة الأنظار لأبناء سعود بن عماش الجبعة للمركز الأول بن عم عملا وصباع الشمري للمركز الأول بكل قوة وزارة السوسة المحاولات للدخول للمركز الثاني في هذه اللحظات ولازال التصدر للافة الأنظار بمركز الأول بكل قوة وبكل اقتدار بمستوى متميز للافة الأنظار فعلا يلفت الأنظار اليوم لافة الأنظار بن عمون